تمام في ناس بتقول أنا مش عايزة أعمل تقويم لابني في سن صغير أنا شايفة لما يكبر هيكون أحسن أنا ما ضمنش هو هيبقى فاهم التقويم اللي هو مركبه هيتعامل معاه إزاي هيبقى مدايقه ولا لأ مديله العمل النفسي للطفل برضو بيأثر عليه شوية فهل في حاجات معاينة دكتور محتاجين إن احنا في سن صغير نركب تقويم ولا ممكن نستنى لما الطفل يكبر شوية بصي السؤال ده الكورد كويسشن بتاع الحلقة بتاعتنا بصراحة لأنه إحنا عندنا قزمة كبيرة قوي بنشوفها إنه إحنا بنخاف على عيالنا قوي بس ساعات من كتر خوفنا ما بدلاش نعمل حاجة يعني زي مثلا لو الطفل عنده لحمية أو اللوز فأنا خافة أدخله عمليات بالضبط أصليسه صغير مع إنه هو علاجه في الحتة دي أنا الحتة دي دايما بتكلم فيها إنه خلينا دايما نشوف طفل لو الأم شايفة أي تغير موجود على طفلها إن كان في سنانه أو في شكل فاكه لازم أتوجه للدكتور المتخص يعني مثلا زي ما كنا لسه بنشرح من شوية أنا النهاردة شايف إن ابني أو بنتي الفك بتاعهم اللي تحت ده بارز ودي حاجات مشهورة يعني كان مرة عندي كيس الأب والأم عندهم الحتة دايما فالبنت عندها ثلاث سنين دخلة هي الفك بتاعها بارز فده ده جيناتكس هي ورسة من بابا وميتها الشكل ده فدي مش محتاجة نتناقش فيها البنت محتاجة تدخل من بدري ليه؟ أنا النهاردة لو سبت الفك دايان مومو هيفضل مكمل مفيش حاجة بتوقفه هيبتدي حصل تشوه في العظم وبالظبط يقو في الشكل وهي بنوتة فالفكرة كلها إنه لأ السن بنبتدي نقول من سن ست سنين أو سبع سنين لازم أروح للدكتور لو أنا حاسس إن في مشكلة عندي إن كان في نمو الفكين أو في السنين هبتدي على أساسها أكشف لو أنا عند الدكتور الأطفال وقال لي لا أفضل يبقى أنا هروح للدكتور التقويم ويبتدي يشوف هل أنا محتاجة أتدخل دلوقتي ولا لكن فيه تدخل؟ آه فيه تدخل طبعاً وعندنا كسم كبير قوي شغال في الفترة من ست سنين لغاية سن 10-11 سنة اللي هو قبل ما نركب بالتقويم السابت طب خلينا نمسك الحالة دي بإن حضرك ذكرتها دكتور فكرة إن الفك السفلي يكون بارز عن الفك العلوي وهل كل الأطفال أو كل الأولادنا أو إحنا حتى ككبار مولودين بحاجة زي كده لازم يكون لها علاج لازم يكون لها تقويم ولا ممكن أسيبها وقول دي شكلها حلو مميز ده دي مش موجودة عند كتير من يعني أيوة إيه إخترتها وإيه تأثير البروز الفك ده على الشخص اللي عنده المشكلة دي؟ لا تأثير البروز الفك طبعاً ده صعب جداً ومشهور كمان بنشوفه كمان في السن الكبير إنه الطفلة من وهي صغيرة كده كده والأم يعني ثابتها قالت لا أنا مش عايز أعمل لها حاجة دلوقتي وحصل بعد كده إنه خلص كبرت بشكل ده يعني بذات الملامح بتتغير إحنا يمكن كمان بنحط الولاد غير البنات يعني ممكن لو ولد بارز شوية الفك عنده بارز إحنا عندنا الميل نفسه ممكن يبقى الأنجل حده شوية ممكن تبقى الحتة دي سيك فيه دانستي عالية مفيش مشكلة ولو هو بيلعب رياضة ممكن العضلات تغطي على حتة ده لكن البنات لا صعب بنات دائما الفي مناين فيكت أنا عندي روينديشن هنا في الأنجل والحيطة دي روينديد والشكل الأنسة يعني طبعا لما عندي بروس للفك ده بيغير من الملاي محفظ يدي عرض جامد للفك عضة طبعا مش مظبوطة أجي أضحك بيباني إن دا أني بارزة التشوهات دي بتباني بعد كده كل ما بنكبر لأن المول الفك بيكمل معانا لغاية سنة 18 سنة والولاد لغاية سنة 20 فكل ما بكبر بالمشكلة المشكلة بتكبر معاه أصلا مش تقف لوحدها أنا محتاج إن حد يوقفها أنا عندي لمو فك شغال نفس الكلام لو عندي العكس لو عندي الفك الفقاني هو اللي بارز يعني فوق متعاودين دايما يقول ده ضب وإحنا يعني فكرة النقاء الضب بيبقى الشكله برضو مش مستحب فكرة إنه هو لكن التأثير نفسه على الصحة هل ليه تأثير مثلا على فيه ألم بيكون موجود في الفك هل فيه مشاكل في المضغ هل فيه مشاكل في العضة نفسها زي ما حضرتك كنت بتشرح لنا دلوقتي آه طبعا لأنه أنا النهاردة لو أنا فكي اللي تحت أكبر بالتالي بعد كروس بايد بعد العضة العكسية فأكيد مضغي آه أنا حاسي بمضغ عادي لكن فيه فورس نازلة على السنان مش دي الطبيعية ربنا خالق شكل طبيعي للسنان وحاططها في ترتيب معين عاملنا القواطع في الأول قدام عاملنا الأنياب للقطع عاملنا الدروس للمضغ فلما بغير في الشكل اللي ربنا خلق لنا عليه المستيكيشن نفسه أو المضغ نفسه بيحصل فورس عكسية ممكن بقى تلاقي بعد كده اللي عندما بيكبر دروسه اللي فوق متأكلة جدا بسبب العضة العكسية تلاقي الدروس اللي تحت برضو حصل لها إن الشكل راسنا بتاعت الدروس بقت فلات من كتر الجرايندينج أو المضغ عليها ما هو أنا بقعد عضة مش مظبوطة غير تأثيرات العضم غير تأثيرات اللاسة غير الريحة ممكن بقى في ريحة مش حلوة لأن أنا فاكي ده أكبر فبالتالي مش بقفره مظبوط طبعا فيه مشاكل كتير المفصل من أشهر الحاجات اللي بتحصل بذات البيشنس اللي عندهم الفاك اللي تحت كبير بيسمع طبعا في TMJ اللي هو المفصل الأساسي بتاعنا وبيحصل مشاكل بعد كده ممكن ما يشوفهاش في سن صغير لكن على اللونج رون بنشوفه في السن الكبير إن فيه مشاكل اشتركوا في القناة